موسيقى والحديث أكثر عن قمة جدة للأمن والتنمية يسعدنا أن يكون معنا في بيت للكل الوزير الأسبق وعضو مجلس الأعيان معالي الدكتور محمد المومني أهلا وسهلا بك ومرحبا أهلا بك يا مرحبا بك يعني معاليك بداية بالحديث عن قمة جدة للأمن والتنمية عقدت في مطلع الأسبوع وكان هناك كلمة لجلالة الملك عبد الله الثاني نتحدث ما هي أهم المحاور التي جاءت في خطاب جلالة الملك الحقيقة كلمة جلالة الملك المعظم كانت في غاية الأهمية أولا هو لخص المصالح الأردنية الاستراتيجية اللي مرتبطة في القضايا الإقليمية العالقة واللي ضروري جدا زعماء الإقليم وأيضا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يكون بصورتها جلالة الملك يضع المصالح الأردنية على الطاولة يتحدث عن العبئ الكبير الذي لا زال الأردن يعاني منه وهو استقبال اللاجئين السوريين هذا عبئ كبير والأردن يقوم بهذا العبئ بالنيابة عن المجتمع الدولي وبالتالي لا بد أن يكون هناك مساعدة للأردن وإسناد لجهوده في هذا الأمر تحدث عن التحديات التي نواجهها على حدودنا الشمالية من تهريب للأسلحة وتهريب للمخدرات وهذا تحدي كبير نتعامل معه ما زلنا نستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري نقدم لهم شتى الخدمات الإنسانية والصحية والتعلمية كما نواجه المخاطر الأمنية المتجددة على حدودنا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي باتت خطرا كبيرا يداهم المنطقة بأكمالها تحدث عن أفق التعاون ومجالات هذا التعاون على المستوى الإقليمي سواء كان على صعيد الأمن الغذائي على صعيد التعاون في مجالات النقل وعلى صعيد التعاون في مجالات المياه هذه كلها أطر وفرص كامنة للتعاون ما بين الأردن ودول الإقليم المختلفة وبالتالي جلالة الملك في كلمته المقتضبة حقيقة وضع هذه المحاور الأساسية على طاولة البحث والقرار الهام أصحاب جلالتي والفخامة والسمو نجتمع اليوم ومنطقتنا والعالم تواجه تحديات متعددة من التراعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وإنعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء بالإضافة إلى السراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم لذا لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه نعم دكتور أيضا بالحديث عن إحدى هذه المحاور وهي من أهم المحاور القضية الفلسطينية وأكدت أيضا هذه المحاور إلغاء محاولات إسرائيل في تصفية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس بالإضافة بأن هذا يؤكد أيضا على الدور المحوري الهام الأردني في القضية الفلسطينية ما رأيك في هذا الموضوع؟ يعني من أهم العنوين والمصالح الأردنية الحقيقة الموضوع المرتبط بالقضية الفلسطينية مصلحة الأردن العليا قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 هذه مصلحة أردنية عليا ومرتبطة بكثير من الأمور التي تهم الأردن بشكل مباشر سواء كان في موضوع القدس أو اللاجئين أو الحدود أو غيره وبالتالي نحن قناعتنا دائما تتحدث عن ضرورة التعامل مع هذا التحدي وهذه الأزمة لأنها جوهر الصراع في المنطقة ولن يكون هناك هذا ما قال الجلال سيدنا لن يكون هناك أمن ولا استقرار ولا ازدهار بدون التعامل مع هذه المشكلة الأساسية التي ينبثق عنها كثير من المشاكل الأخرى منها التطرف منها انعدام التعاون الإقليمي بين دول كثيرة بما في ذلك إسرائيل معظم الدول والذين شاركوا في هذه القمة تحدثوا عن قناعتهم في حل الدولتين إذن لابد من وجود حل الدولتين حتى يصير فيه حديث عن تعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي وحتى تكون إسرائيل دولة طبيعية مخبولة في المنطقة لا يمكن أن يحدث ذلك قبل أن يكون هناك حل القضية الفلسطينية وأعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وهنا أذكر أيضا بنجلات الملك تحدث أن المشاريع الإقليمية لابد أن يكون الطرف الفلسطيني أيضا مستفيد منها لأنه إحنا ما بصير نعزل هذا الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ونتخيل أنه مشاكله رح تحلي وحدها لا بد أن نتعاون معه خاصة في مجال التعاون الاقتصاد نعم ليست بحساب طرف على طرف آخر بالإضافة بأنه عند الحديث عن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مشتركة وهناك تحدي كبير يواجه الدول العربية بالإضافة إلى حمل أيضا وهو يجب أن يكون مشترك ربما بين جميع الدول بعدما تم هذا اللقاء وأيضا هذه القمة أيضا هناك لقاء آخر بين جلالة الملك أبد الله الثاني ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن ما مخرجات هذا اللقاء وما رسالة أو دلالة هذا اللقاء السياسية تحديدا في الأردن جلالة الملك أكثر زعيم عربي التقى بالرئيس الأمريكي وهناك علاقة مميزة تربطهم الرئيس بايدن قبل أن يأتي إلى القمم في جدة وإلى المنطقة نشر مقال في الواشنطن بوست تحدث عن رأي ورؤية جلالة الملك وأشار له أنه صديقه العزيز وبالتالي هناك علاقة قوية أنا بظن أهم المخرجات كانت أولا الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بمساعدات تقدر بواحد ونصف مليار الجديد في هذا الأمر والمهم أنها ستكون على مدى خمس سنوات نحن كل سنة كنا نروح لواشنطن والحقيقة نعمل لوبيينغ ونعمل محاولة من كسب التأييد من أجل استمرار المساعدات الأمريكية هنا الآن صرنا نحكي عن خمس سنوات وبالتالي في استمرارية أكثر لهذه المساعدات أنا شخصيا أعتقد أن المساعدات يجب أن تزيد أعتقد أن دور الأردن الإقليمي كمرساء أساسية للأمن والاستقرار في الإقليم يستحق مزيد من المساعدات الدولية سواء كان من أوروبا أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية لكن إن شاء الله سوف نستمر بجلب المزيد من المساعدات حتى نساعد بلدنا المخرج الآخر التأكيد على حل الدولتين هذا مهم من قبل جلالة الملك وأيضا الرئيس بايدن مهم من التزام الإدارة الأمريكية وتعرف الإدارة السابقة تقريبا تخلت عن حل الدولتين الإدارة الحالية تتحدث عن حل الدولتين وأنها ملتزمة به محبط أنهم لا يريدوا أن يفعلوا أي شيء لتنفيذ هذا الالتزام أو هذا الموقف لكن على الأقل هناك التزام أمريكي واضح بضرورة ومنطقية حل الدولتين هذا أظن مهم جدا من لقاء سيدنا مع بايدن لضمان نجاح الشركات الإقليمية التي نسعى إليها فيجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقانا في سلطة الوطنية الفلسطينية وهنا علينا إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى حل عادل مشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين فلا أمن ولا استقرار والإجدهار في المنطقة دون حل يضن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 صحيح وخصون وضع الأردن في المحيط الملتهب من كل الجهات فعليا وأيضا تحديات التي يحملها بشكل أو بآخر عند الحديث أيضا عن الدول التي شاركت في هذه القمة نحن نتحدث عن مخرجات عن محاور تم نقاشها ولكن الآن إلى التطبيق الفعلي كيف يمكن لدول المشاركة أن تبني على ما جاء من محاور ومخرجات وتطبقها فعلا على أرض الواقع ليكون هناك أمن وسلام كما ذكرت من خلال ما تم نقاشه أنا أظن أن الأجواء بعمومها كانت إيجابية وأظن أن فرص التعاون الإقليمي في تزايد وفي تعاظم واضح أن الجميع أصبح يبرك أهمية التعاون على المستوى الإقليمي وأن هذا التعاون سوف يأتي بالخير على كافة الأطراف المعنية هذا التعاون سوف يجلب مزيد من الأمن والاستقرار لأن التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط هي البطالة والفقر وانعدام الفرص الاقتصادية أمام الشباب هذا التحدي الأكبر والخطير وبالتالي إن شاء الله أن هذه الروحية الإيجابية التي ساعدت سوف تستمر وسوف تترجم على شكل المشاريع الإقليمية وهذا من شأنه أن ينعكس بالخير على الجميع إذا ما عليك وليقاء استثنائية أو قمة استثنائية يمكن للقوم قمة هامة لا شك قمة هامة واستثنائية مواضيعها وعنوينها هامة حضور الرئيس الأمريكي مهم جدا أعادت الاعتبار للأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط هذا بتقديري أهم شيء قبل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول نحن ذاهبون باتجاه آسيا لأنها اقتصاديا واستراتيجيا أهم بالنسبة لنا هناك الصين وهناك روسيا لأن أدركوا أن منطقة الشرق الأوسط ذات أهمية غير قابلة للنكران وبالتالي هذه القمة مؤشر واضح على إعادة الاعتبار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط لأسباب الطاقة ولأسباب الاستقرار والأمن الإقليمي لأسباب الممرات المائية اللي منها غالبية تجارة العالم تعبر ولأسباب أخرى مرتبطة في هذا الأقل نعم شكرا لك وعلى وجودك معنا في بيت للكل أيضا بيت للكل هو يحمل رسالة فعليا من خلال أشقائنا في مصر في العراق وأيضا في فلسطين لنحاول معا أن نقف يدا واحدة بدنا نشكرك على هذه المشاركة وعلى وجودك وبدنا في نهاية هذا اللقاء إذا هناك كلمة تحب أن تقولها لأيضا أشقائنا في هذه البلدان بدي أرحب فيهم وأسلم عليهم نحن في فلسطين وفي العراق وفي مصر مصالحنا واحدة وإن شاء الله أن التعاون فيما بين بلداننا ينعكس بالخير على الجميع نحن واحد ليس فقط بحكم التاريخ ولكن أيضا بحكم المصير المشترك والمستقبل فتحية لكل مشاهدي هذا البرنامج نعم الوزير الأسبق وعضو مجلس الأعيان معالي الدكتور محمد مومني شكرا جزيلا على وجودك ترجمة نانسي قنقر